بس طبيعي حالة الاهلي ممكن تقول انه له افضلية ساعات الزمالك بيخش مبارك الاهلي وله افضلية ساعات ريال مدريد يخش قدام برشلونة وله افضلية وساعات برشلونة يخش قدام ريال مدريد وهو له افضلية فاهم؟ منشستر سيتي ومنشستر الانتلاق او مع بعض الناس بترشح منشستر سيتي ومترشحش منشستر الانتلاق مداي ديربي تاريخي بتحسن بس الفايسل ايه؟ يعني الإعلام الجمهور أي حد يتكلم في الكلام ده عادي قول نظرتك وحتى لو الأمور منطقية قولها بس هنا الخطأ الجسيم اللي وقع فيه فريق النادي الأهل جاس فني ولاعبين إنه هم صدقوا ده يعني الجمهور والإعلام يقولوا زي ما يقولوا المحللين الجمهور يقولوا زي ما يقولوا لكن أنت كلاعب ما ينطعش تصدق ده أنت كمدير فني يا جاس فني ما ينفعش تصدق ده أنتوا ما ينفعش تستسلموا لده عشان كده النهاردة بالروح بالحماس بالإرادة بالرغبة قدر الزمالك يتفوق على النادي الأهلي تشكيلة أساسية واحتياطية على مدار التسعين دي واللي هيقول غير كده أكيد ما شافش المباراة الزمالك شوت أول متفوق حتى مع تقدم الأهلي شوت تاني أيضا متفوق والشوت تاني متفوق جدا كمان على النادي الأهلي هتقول لي الأهلي زمالك ما ضيعش فرص كتير الأهلي كمان ما ضيعش فرص كتير بس الزمالك مسيطر على الكورة متماسك أكتر نقلاته للكورة أفضل ما وصلش كتير بس كان أفضل من النادي الأهلي ولو أنت كنت شايف أنه الأهلي عنده عمك في التشكيلة عمك في القائمة عنده استقرار فني مدير فني بقاله فترة أكتر من جوزي جميز عنده كل شيء فكان لو حتى أنت شايف المباراة النهاردة 50-50 فالزمالك يتفوق بحكم فارق الإمكانيات أو فارق اللعبين أو العمك في التشكيلة دايماً بقول أنه الزمالك عنده لعبة عظيمة وأنا قلت لكم الكلام ده من كم يوم أنت بتستهتر إزاي بعبد الله السعيد بزيز وبناصر ماهر بتستهتر إزاي بحمزة المسلوسي ولا حتى عواد أو الصبحي ولا عمر جابر تشكيلة تشكيلة قوية جداً ممكن في بعض النواقص في البدائل بس التشكيلة قوية جداً حتى بدائل الزمالك النهاردة هم اللي فارقوا معاهم بالمناسبة ناصر منسي اللي نازل وسجل هدف التعادل